هو حي صغير بسيط ولكن تأثيره كبير جداً سواء على محيطه الضيق أو على محيطه الأكبر أتحدث عن حي الطفائلة لابد وأنه يعني اللي ما سمع بحي الطفائلة يمكن سمع فيه خلال الأومن الأخيرة ستة شهر الأخيرة من خلال العمل العظيم والمقدر الذي قدموه أهالي حي الطفائلة لإغاثة أهلنا بغزة اسمحونا اليوم أن نرحب بأعضاء تجمع حي الطفائلة لإغاثة غزة نرحب اليوم بأسيد خالد عواد وأسيد وسامر بحات أهلاً وسهلاً فيكم تفضل صباحكم سعيد أهلاً وسهلاً بالسيد خالد عواد ووسام ربيحات حضراتكم من أعضاء تجمع حي الطفائلة لإغاثة غزة وأنتم بالأصل يعني من أهل المنطقة ومن الشباب الناشطين هناك باسم حلوة يا دنيا نقول مباركة هي جهودكم لإغاثة أهل قطاع غزة وأبدأ بسؤالي الأول ممكن ما بعرف يعني شوركم بينكم زي ما بحكوا ولكن قبل أن نحكي بتفاصيل الحملة كيف تشكلت خبرتكم؟ اليوم اللي بعمل حملة من هذا النوع هذا إنسان صاحب خبرة يعني مش يلا نشوف مين فينا بفهم بهاي وبفهم بهاي نجمع حالنا اليوم في حرب عم بتكون على الأرض وبدنا نوصل بسرعة ونتواصل بسرعة في عمل لوجستي معقد إلى حد ما أكيد هذا بده خبرة كيف تشكلت لكم الخبرة خلال السنوات القادمة وترجمتوها بسبع أشهر وبسرعة بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر القناة الرؤية على هذه الاستضافة الطيبة ونشكر هذا فريق العمل على هذا المجهود الرائع وأنا بصراحة سعيد جدا في هذه المؤسسة الإعلامية يعني أول مرة أدخلها لكني وجدتها شيء كبير وشغل مرتب ومنظم أحباً وصحياً موضوع المبادرة لغزة بدي أروح بتجاه وسام لأنه ميداني كان وراع مصر ولمس المبادرة واقعاً واقعاً على الأرض وشاف كيف تدخل وكيف تخرج فأترك المجال الأوسان في هذا الجواب سعد صباحكو بحبثني مرة أخرى على كلام الأستاذ خالد عواد بالشكر لهذه القناة على هذه الاستضافة وخلينا ندخل مباشرة بالسؤال الأول كيف تشكلت الخبرة فعلياً حي الطفائلة من 2005 تقريباً كان في حالة وعي شديدة جداً بجوز تستغرب من الإجابة كيف تشكلت نتيجة تهميش حكومي كيف تشكلت بنشعر إحنا بالحي شوي في انقطاع بيننا وبين الحكومة من حيث رعاية المبادرات ورعاية الطاقات الشبابية فمن هذاك الوقت تشكلت مجموعات شبابية لأنشطة بسيطة جداً وصغيرة جداً على مستوى الضيق بالحي منها انطلقنا وتراكمت الحالة الحالة الاجتماعية عندنا وحالة العطاء تراكمت يوم عن يوم وجيل بكبر جيل بسلم جيل زي ما بحكوها وإن كان بالفطرة احنا توارطناها من الأهباء يعني قبلنا مستوى التواصل الاجتماعي بحي الطفائلة عالي جداً عالي جداً جداً يعني بتحكي عن 40-50 ألف نسمين 90% منهم بيعرفوا بعض تماماً يعني بالفرد بالأسرة هذا فضل كبير يعني الحمد لله يعني مننعم فيه بهذه البلد الحمد لله ولكن الحي لله الحمد تشكلت هذه اللجان كل يوم عن يوم كان يتطور الموضوع حتى تمأسس لمؤسسات احنا بالأصل عندنا مؤسسات موجودة رعوية دخل الحي تحت طلها بيشتغلوا الشباب يعني ولكن كنا كثير ما نخرج بمسمى المبادرة بلقى قبول عند الناس فبالعادي يعني بيجوز حي الطفائلة أنا بدي بيجوز كنا بنحكي قبل البرنامج أنه كيف الإنسان فعلاً بيحافظ على هاي الثمرة فعلياً إحنا لو اشتغلنا تحت أي توجه حزبي ما كنا نجحنا ولو اشتغلنا تحت أي توجه أو أي مظلة رسمية ما كنا نجحنا اليوم المجتمع كله وهي حال غريبة ولازم الحكومة تناقشها بجدية العمل العفوي والعمل الشعبي هو الأنجح بالأيام هاي وهو اللي بأخذ مسار الانطلاقة والدعم الشعب وإلو فإحنا بصراحة مبادرات عديدة جداً اتشكلت لرعاية خلينا نحكي بالبداية الأسر العفيفة داخل الحي والأنشطة الرياضية والشبابية ومكافحة الألافات المخدرات والتسرب من المدارس وإلى آخره يعني تقريباً مع دخول الربيع العربي نشطة الحالة بشكل كبير هذا الحي معطاء في كل الجوانب في الجوانب الاجتماعي في الجوانب السياسي بجزء الناس تنظر له منظر أنه لوده عالي بالتفاعل بشكل كبير جداً يعني فهذا الحكي يعني ما إيجا من فراغ عنا طاقات عالي جداً وشباب مثقفين إحنا عنا لجنة بالحي بتعنا بالدراسات خاصة يعني عنا دائرة حصاءات مستقلة فينا فعنا تقريباً يعني عدد الذكور عن عدد الإناث عدد المعطرين عن عمل كل سنة عدد الأسر العفيفة عدد تنوع التخصصات بشكل كبير جداً الحمد لله هذا الحكي موجود ويساعدنا في العمل بشكل مباشر الآن تراكمة الحالي الحمد لله خلال ندخل مباشرة خلال نحكي صار في تواصل سياسي واجتماعي وثقافي داخل الحي بشكل كبير بين الشباب وبين حتى خلال نحكي عن مستوى الإناث يعني حقق الحي مراكز متقدمة وكان يعطي طاقة إيجابية مثلاً في مجال حفظ القرآن تخرج عنا أكثر من 200 شخص بين ذكور وإناث حفظ القرآن بينهم نساء فوق السبعين سنة من الأميات ماشاء الله أستاذ وسام عمل الحي مقدر كل ما تقوم به من النشاطات الاجتماعية ولما فيه خدمة للحي على المستوى المجتمع الضيق خلينا نقول وعلى المحيط الأكبر هذا كله يقدر ولدينا يعني بعد قليل تقرير سيصلت الضوء على حي التفايلة كيف نشأ هذا الحي من يقتنه وبداياته وغيره ولكن إحنا عشان يدركنا الوقت وإن شاء الله رح نخصص لكم يعني تستحقوا حلقات كاملة أن نخصص لكم إياها أنا حابة نسلط الضوء على غزة ولاحق سيكون لدينا هذا التقرير يعني أنا بتذكر ببدايات الحرب لما الإنسان كان لسه عم بيحاول يستوعب الصدمة النفسية التي صابتنا من آثار هذه الحرب وكمية الدمار اللي شفناها أول شيء صدمنا به هو وجود حي التفايلة في منطقة يعني تكاد تكون شمال غزة هي شمال غزة يعني شمال غزة تحولت إلى جهنم بشهادة أهل غزة نفسهم وجدنا اسم حي التفايلة عمل خيري بتساعد أهل غزة هناك كيف استطعت الوصول منذ بدايات الحرب وأنا اسم حي التفايلة أجد حاضراً أينما ذهب بالعمل الخيري وكنت صباقين فكيف بدأت عندكم الالتفاة إلى هذا الموضوع؟ كيف قدرت أنكم توصلوا؟ الله يعطيك العافية بداية تحديداً انطلق العمل يوم قصف المستشفى المعمداني فإحنا جلسنا فكانوا الشباب خارجين من مسيرة بالشارع ونازلين على المسجد الحسيني وطالعين على الكالوتي وعلى الصفارات فرجعنا في الليل قاعدنا فكان اقتراحات أنه نخرج بالإضافة للعمل الموجود بالضغط بالشارع من الناس أنه لازم يقدم إشي فقالوا بأنه نجمع تبرعات بأننا نسوي إشي بأننا نسوي أي حركة فكان الاقتراح أنه على سيارة إسعاف رمزية المستشفى المعمداني يعني بنا سيارة إسعاف على مستشفى المعمداني رداً عليها يعني فجمعنا من مصاري حي وتحديداً السيارة تحديداً السيارة تبرعاتها من أهل الحي لأنه جمعنا بالحارة ومن النساء وجابوا ذهبهم حتى من لطائفها الواحد جابت لنا ذهب خاتم ذهب إلها هذه عمرها عمر الخاتم سبعين سنين هي عمرها خمسة و تمانين سنين متوفي زوجها جابت الخاتم حططوا عنا يعني هذا يمكن يكون أغرب تبرع لا لا فيه في قصة تركت لأغلب تبرع آه طيما عشان الوقت الحاصل الشاهد بحكي قصة هاي بأغرب تبرع إذا بدك إذا حاب الحاصل حطت ذهبها و راحت حطينا مقاري صغيرة على الفيسبوك أيوه فالناس شافوا الخاتم قال رجعوا للحج الخاتم و نحن نشتريه في أربعة ضعافه خمسة ضعافه ستة ضعافه جاب سبعة ضعاف الخاتم سعره من الناس من الناس رحنا على الحج الرجع للخاتم قالت لا والله صار طالع من ليدي والله ما برجع والله ما برجع والخاتم الذبلي يعني الذبلي ذكرى زوجان شو أغرب تبرع أجاكم أغرب تبرع يعني قصص كثيرة بد أحكي لطيفة مبارع حكيتها و كان وسام اللي جاب للذهب يعني في عروس في الحارة عنها صار لخمسة شهر من الزوجة اللي جاب الذهب زوجها و قال ما بدي حدا يعرف و ما بدي الصور ولا تكتب ولا تسووا إشي جزء سيزعلم منك اه جزء سيزعلم انت ما خليه فهذه اللطيفة الثانية اللطيفة في محاضرة استاذ جامعية بالدرس في المحاضرة فتأخذ حضور غياب طلاب فأحد الطلاب من أبناء عشائر الطفيلة فتقول أنت الطفيلة قال ساكب حي الطفيلة قالت له أساكن في حي الطفيلة قالت بتعرف الشباب تجموا حي الطفيلة الغزة قالت أبعرف و كلهم لدينا بالحارة فشلحت خاتمها و صوارها و حلقها كانت لابسيتهم و قالت له وصلهم للشباب الله تعطيك في المحاضرتها هذا نسيج المجتمع الأردن الناس عمانة بتشوف انه أهل غزة عمالة بوصلهم و بيعملوا تليفونات وفيديوهات ممكن تحكيلي بشكل مختصر عن هاي الآله بشكل مختصر أنا بدرج على شوي سؤال إنه كيف وصلنا إحنا بتربطنا علاقات واسعة جدا تواصلنا مع عدة جهات وأنا شخصيا و زميلي الأستاذ مصعب المهندس مصعب الحراسيس نزلنا على مصر لغاية التثبت من هاي المؤسسة إحنا زكيت إلنا مؤسسة منظمة أميال من الابتسامات اسمها المنظمة وهي منظمة يعني مؤسسها شباب من فلسطين و عندهم جنسيات بريطانية ضليعين بالعمل بشكل قديم جدا و عندهم خبرة واسعة في مجال المعابر والحدود والعلاقات الدولية فشرحونا بشكل مبسط وسريع و اطلعنا على شغلهم على الواقع فعلا يعني لما رحنا كانوا بجهزوا بسيارات إسعاف و كنا شايفين الشول فخلينا نحكي عملنا معهم تجربة بسيطة اللي هي تشغيل بئر بمبالغ بسيطة فأجانا التوثيق من داخل غزة فصابنا اطمئنا نتواصلنا مع شباب أصدقائنا نتيجة علاقاتنا بالجامعات شربنا مي من هذا البير فزادت الثقة جربناهم بالتجربة الثانية الثالثة فاتوسعت العلاقات فأصبح في بيننا وبينهم قروبات واتساب يعني أصبح ابن الشمال في غزة يقول وصل أكل أهلي اللي نزحوا على الجنوب يعني صرنا أداة والتواصل بين أهل غزة فالناس وثقت بدرجة كبيرة و احنا لما وصلنا هذا الهم بصراحة زاد نسبة الاهتمام عنا و الثقة وشعرنا انو احنا بصراحة يعني في محط أنظار العالم كله فكانوا الشباب لله الحمد على قدر من المسؤولين ما شاء الله يعطيكم العافية جميع يعني أنا بدي أسأل هذا السؤال بسألة متأكدة أنه الجواب نعم و مليون بالمئة مين بتواصل معاكم أو يعني فيه هناك ناس بتتواصل معاكم من خارج الحي وما بدي أقول بس أنا على مستوى الأردن يعني لابد أن يكون هناك من الدول العربية متبرعين من الدول العربية لأنه زي ما حكيت العربي اللي ما سمع باسم حي الطفايلة في عمان الشرقية سمعها بعد الجهود الكبيرة اللي قدمتوها بغزة فمين بتواصل معاكم مين الدول اللي بتتواصل معاكم أو المواطنين اللي عايشين بدول العربية ورطيهم هلا بدول يا ميز ورطيهم بدول هي بتقصد الجاليات اللي بدول الجاليات طبعا احنا بتواصل معنا عديد من الشخصيات خارج الأردن بصفتهم الشخصية يعني وكانوا يوصلونا تبرعات من أوروبا من الخليج العربي من كامل دول العالم يعني نحن من جنوب أفريقيا من بانجلاد شو وصلنا تبرعات؟ او الله يعني هاي من غرائب يعني التبرعات كانت توصلنا من السوشال ميديا كان عبر التواصل فلله الحمد وصلنا تبرعات بكميات محترمة اكتر اشي اهل غزة اليوم بحاجته يعني بطلبوا منكم مثلا انه توصلوا مثلا مساعدات عينية شو مثلا بدك حاجة الناس ولا اللي احنا شايفينه ممكن الاثنين الاثنين حاجة الناس اكتر اشي الغذاء اكتر اشي الناس محتاجين هو الاكل الشرب الدواء هذا حاجة لانك انت جوزو احنا دائما فيه مثلا بقولوا الناس فش واحد ما تمتجوع لا فيه ناس ما تمتجوع بخصي وعلى مرأة على مرأة من الشاشات هذا المثل انكسر بغزة اه اه اطبقت كسر المثل التاريخي ثلاثين طفل استشهد في غزة جراء الجوع نعم نعم ثلاثين طفل انا شفنا ناس تأكل عشب صور نعم ام توديننا ابنها بوكل بالعشب وقصوا لمرحلة حتى لا يوجد اكل يربطوا بطلهم بالحجار وطحين بالطراب وضعوا الطحين بالطراب فهذا مشكلة اما انه شو حاجة اهل غزة حاجة اهل غزة بنود مصارف الزكاة الثمانية اجتمعت في غزة الآن الثمانية اجتمعت في غزة الآن يعني تطلع بطيارة وترمي من طيارة كل شي جائز بغزة ما تتخيل انت جوز في التاريخ واللي صار بغزة الآن هذا نوع من التاريخ لسه التاريخ ما اعرفه ولسه التاريخ ما شافه واحنا والله منه علينا منبادئنا وقيمنا وعروبتنا وديننا انه احنا لما ندافع عن غزة بندافع عن الأردن لانه هذا الكيان عينه على الأردن مش عينه على غزة وبس توسعه ومشروع سيطاني كامل فانا لما اكون يعني يقولك ايها بطريقة ثانية احنا كنا نذايق جدا لما نسمع عن المعبر البري والخضار خاصة اللي خارجي الأردن ما بيعفشو فيه في داخل الأردن انه الشعب الأردني كله كل أطيافه من رأس النظام فيه الى صغر واحد فينا بكرة الكيان او ما بتعامل مع الكيان او مش رايدي الكيان لكن العالم البرة شايف انه الخضار بتصل عن طريق الأردن بفكرنا انه احنا كلياتنا بنوصل فكنا نتدايك لما نشوف هاي الحالة او اللي اسمي الأردني واصل لها المرحلة فاحنا نفتخر في المبادرات تاعتنا انه نغيرنا الصورة النمطية اللي وجدنا العالم كله بتتصل فينا انه نغيرنا الصورة الموجودة ونفتخر لما يقولوا من المملكة الأردنية الهاشمية فاحنا مش حيط فائلة بس احنا جزء من الأردن احنا جزء احنا جزء من الدولة و احنا موجودين فيها تعقب نهائي بس باختصار جدا احنا جزء من الدولة و احنا بهمنا الدولة و بهمنا ثباتها اجتنا صحافة من الخارج حتى تبتزنا في هذا الجانب فكان اجوبتنا تصرفتنا بحكمة و الشباب اغلقوا الابواب احنا فعليا بالداخل الأردني بناخذ راحتنا بالسياسي و بناخذ راحتنا بالحديث السياسي لكن اذا شعرنا فيه اي خطر خارج ننغلق على انفسنا و نحط ايدنا بيد الدولة و نحن معها الى اخر نفس و ان شاء الله بالصبر و المثابرة ما هو يا سيدي مين الدولة غير شعبها نعم اول اشي دا اقولكم نشكركم صراحة باسم حلوة يا دنيا و باسم كل الاصوات الاردنية نشكر همتكم الشعبية الطيبة هذا النموذج المحترم الخالص اللي قدم اليوم مش بس باسم حي الطفايلة أو باسم عمان باسم يعني اشكرك لانك ذكرت المملكة الاردنية الهاشمية يعني هذا اللي بنكتب و هذا اللي بنوصل بوصل صورة اهلنا انا فقط في اخر ثواني فقط لو اعقب لانه الطرف التاني غير موجود بيصير ميسو انا نكون احنا يعني احنا مش ناطقين باسم الحكومة نعم ابدا ويمكن احنا سيد من ننتقد حكومتنا عند التقصير ولكن اقول لك يعني محامين الغايب انت حكيت يمكن التهميش الحكومي نعم يمكن الناس بسمعك في مناطق تاني يشعر بانه هناك تهميش حكومي وهذا طبعا يعني موجود مش بس في الاردن في كل العالم وناتج عن تقصير لمسؤولين ولكن ذكرت شغلي بحب كمان اني اأكد عليها حضرتك حكيت انه احنا منشتغل لحالمة بشكل شعبي احنا مش تحت اي حزب انا بدي اقول لك مش غلط تشتغل تحت حزب ولا غلط تشتغل مع القطاع العام ولا غلط تشتغل مع القطاع الخاص ولا غلط انه يكون في عندك مبادرات شعبية مستقلة كل هذا بكمل يعني شكل حراق الدولة الإيجابي ان شاء الله نشكركم واهلا وسهلا فيكم في حلوة يا دنيا شكرا نورتوا وان شاء الله كل جهودكم مباركة الله تبقى عافوا انت جزوا من هذه الجهود الله يعطيكم العافية ونقلتوا رسالتنا بأحسن صورة شكرا 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 على استضافتنا ونقل صورة حي الطفائل على الإعلام يجزيكم الخير شكرا 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 شكرا